المستقبل ما هو التحدي المستقبلي؟ هل سوف يتعلق بالموارد أو السيادية؟ وأيضاً الجيوش باتت لديها أنواع جديدة من الأسلحة ويمكن لشريط صغير أن يبدل الساحة من حول العالم؟ ما هي الساحة السياسية الجغرافية؟ كيف نتعامل معها؟ ما هي المخاطر؟ وهل نحن نقترب من نظام جديد؟ أهلاً بكم في النظرة الشاملة عن السياسية أو الساحة السياسية؟ أنا مايا حجيج، ومعي مجموعة من الضيوف، أعرف عليهم الذين دكتور إيان بريمر، رئيس مجموعة ديوريجيا، وهو أيضاً في مجلس الجيوسياسي، ودكتور ويم جونبو، أستاذ في الجامعة في الصين، وهو في أيضاً المجلس نفسه، وأيضاً سعادة كيفين بوت من أستراليا، وإضافة إلى دكتور ليسا أندرسن، رئيسة الجامعة الأمريكية في القاهرة، وهي في المجلس الخاص بالولايات المتحدة، نرحب بهم وبالجمهور. سوف نبدأ بتعريف التحديات والتحديات المستقبلية، بداية مع دكتور أندرسن، قبل أن ننتقل إلى الديوف الآخرين. شكراً جزيلاً، وشكراً على استضافة، أعتقد أنه من وجهة نظر القاهرة على الأقل، المسائل الأهم هي ضعفين، أولاً التغيرات التي تحصل في هذه المنطقة، والتغيرات الجذرية التي نشهدها في الشرق الأوسط، بطرق عديدة، تشبه إلى حد بعيد ما حصل بعد الحرب العالمية الأولى والثانية، ولكن من دون حرب عالمية، وبالتالي يمكن أن نقدر حجم ذلك، وسوف يكون لديه وقعاً عالمياً، والبعض الثاني قبل أن أعطي الكلمة لزملائي، يجب أن نفكر مراراً وتكراراً، وكما تبين في هذه المنطقة، بالعواقب السياسية لتغير المناخ والمنطقة أكثر، وهذه المسائل سوف تبرز أكثر فأكثر، برأيكم هل يجب أن نرفع من حدة الإنذار، أو بقينا في مكاننا؟ ماذا خطورة هذه المسائل؟ أعتقد أننا لا نزال في اللون البرتقالي، لأنه مأساوي وغير منتج. أرى مخاطر أساسية ثلاثة بمستويات مختلفة. أولاً، ربما تتابعون ما يحصل في بحر الصين، أعتقد أن كل الأطراف تود أن تتفادى الصراعات، ولكن أنا وأتبع ثلاثين عاماً من الأزمات، بسبب الخطأ في الحسابات، وهذا مقلق. ثانياً، رأينا الكثير من التقارير حول القوميات المتنافسة بين الصين واليابان، وهذا يختلف كثيراً عما يحصل في بحر الصين، وهذا يتعلق أكثر بالقوميات، وخاصة أن التاريخ بين الصين واليابان حافل بالكثير من التطورات، وأيضاً، نرى أن هذه العلاقات قد تمحرف إلى نقطة العودة ربما. وأيضاً، هناك تغير قيادي في الصين، وأنا مسرور لمشاهدة ذلك، ولكن هذا سوف يتواكب مع مجموعة من التحديات، والسياسات الاقتصادية، وغير ذلك. وإذا كان هناك فشلاً في تطبيق السياسات الاقتصادية، سوف يكون هناك تداعيات سياسية في الصين وغيرها. أيضاً، في منطقنا هذه، سوف نتحدث عن إيران، وأيضاً، توقف المؤسف والمأساوي لعمليات السلام في الشرق الأوسط، وأيضاً، هناك الوضع في باكستان، أيضاً، مع العلاقات بين الهند وباكستان، وأيضاً، كلنا ركزنا على الإعصار ساندي، وسوف يكون لدينا مناقشة طويلة حول السبب وراء مثل هذه العصير، ولكن الواقع أن هذه الكوارث تزداد وطيرة من حول العالم، وسوف تؤدي إلى المزيد من العواقب، ومما يعني أن هناك خطر أن ننتقل إلى أساليب جديدة في التعامل مع بعضنا البعض، ويجب أن نفكر في هذا، وأين أستراليا من كل هذا؟ وهي جنوب كل ذلك، والمجد في أن نكون أستراليين هو أننا بعيدين عن كل شيء، ونشارك بشكل مبتكر في كل ذلك، ونحن في النصف الجنوبي من القارة، ومعنيين بكل ما يجري في المنطقة، وأيضاً نحن نولي أهمية كبيرة للمناقشة الخاصة بالتغير المناخي، وكلنا متأثرين شأن أم أبينا بهذه المسائل، وهناك الكثير من المصالح القومية والدولية والتي تؤدي إلى إشراكنا في هذه المسائل. دكتور تمبل، السؤال نفسه مطروح عليك في سياق الصين، ونحن نرى الآن كيف ترى الصين الساحة الجيوسياسية، وما هي المخاطر المستقبلية المتوقعة؟ باعتباري من الصين، أولي أهمية كبيرة للتوتر تجاه الصين من الولايات المتحدة واليابان، والواقع أن القوى الكبرى تولي أهمية كبيرة للوضع الاقتصادي والسياسي للصين، واقتصادياً هناك تحديات وفرص بطبيعة الحال، ولكن بالنسبة للسياق السياسي، وإذا ما رأينا السياسة الأمريكية على مدى العامين الماضيين، فكانت على أساس إحلال توازن مقابل قوة الصين، وهذا لديه أصداء في الصين وفي واشنطن، وشجع آخرون على الاستفادة من الوضع لدفع أجنتاتهم قدماً، ولذلك نرى المزيد من التوتر في هذه المنطقة، بعد أن بدأت الولايات المتحدة تنقل الكثير من مواريدها إلى المنطقة، أما بالنسبة لليابان، ولاحظت أنه بعد تقدمت الصين على اليابان اقتصادياً عام 2010، أدى ذلك إلى الكثير من التوتر والقلق داخل اليابان، وأعتقد أن ذلك سوف ينعكس على العلاقات بين الصين واليابان، ويجب أن تبذل جهوداً ثنائية أو متعددة الأطراف لضمان بيئة أكثر أمناً في المنطقة، هل تعتقد أن تقدم الصين على اليابان اقتصادياً قد كان سبباً فيما يحصل الآن في بحر الصين؟ إذا منظرنا في هذه المسألة، فهي مطروحة منذ فترة بعيدة، ويعتقد البعض في اليابان أن إذا الفرصة تسنت لليابان أن تدفع أجندتها، فلن تتخلف عن ذلك، وكانت الفرصة أتي لكي تدفع أجندتها قدماً، ونتذكر أن القيادة اليابانية متغيرة، ويتغير رئيس الوزراء سنوياً تقريباً، وإذا ما كانت القيادة السياسية على هذا الشكل، فالقادة سوف يصبح رهينة الرأي العام، ومما يعني أنهم سوف يعتمدوا حلولاً قصيرة الأمد للتعاطي مع هذه المشكلة، مما زاد من حدة هذه المشاكل التي نواجهها، ولذلك أنا قلق بشأن علاقات الصين مع كلا الولايات المتحدة واليابان. دكتور برامر، هل توافق مع هذا الرأي؟ وهل ترى أنه يتكرر من حول العالم؟ أعتقد أن تحديد الخطر في آسا يجب أن يتمحور حول تقدم الصين، وأعرف أن أستراليا بعيدة، وإن كمنا بإعطاء تعريف ضيق، فيمكن أن نستبعد هذه المسألة عن أستراليا، ولكن أستراليا تنظر إلى الولايات المتحدة والجنود الأمريكيين الذين يأتون إلى داروين، فلا يمكن أن تشيح بنظرها عن هذه المسألة، وأيضاً هناك دوراً أمنياً كبيراً في آسيا، في حين أن الصين تلعب دوراً اقتصادياً في المنطقة، وهناك تقلب في القوى، وأنا أوافق مع زميلي بشأن تحليلها حول الموقف الياباني، والواقع أن هناك تخيراً جذرياً في القوى اليابانية، والصين لم تعد بحاجة إلى الاستثمارات اليابانية، ولا حتى التكنولوجيا التي يمكن الحصول عليها من تايوان وكوريا، وبالتالي أصبح لديها موقفاً أقوى، والعلاقات لطالما كانت متوترة، ومع اليابان خيارت الصين من استراتيجيتها، وهناك استبعاداً وموقفاً حازماً، ولم يعد هناك أي وجهة أخرى بالنسبة لليابان، فكان هناك تبدلاً في المواقع مؤخراً، وأيضاً الولايات المتحدة تركز على هذه المنطقة، وأوباما لا يحب العقيدة، لو كان لديه العقيدة الاقتصادية والخاصة بأسه، وكلا المسألتان تشكل عقب أمام الصين، التي قد تعتمد وجهات لا ترحب بها الولايات المتحدة، ولأول مرة يشير أوباما إلى الصين على أنها خصم، وإذا ما استمر الوضع على حاله، قد يبدو كأن هناك محاولات لاحتواء الصين، وأيضاً في الشرق الأوسط، نرى بعض المخاطر أكبرها في سوريا، وهناك بعض المخاطر جيو سيسية في أوروبا أيضاً، ولكن وقع انتقال الصين لتكون من أكبر اقتصاديات العالم، وتتضمن مستويات فقر كبيرة جداً، هي أكبر خطر جيو سياسي، وكل ما يحصل سوى ذلك لا يصل إلى مستوى الخطورة نفسه. كلكم موفقتم على أن الصين هو أكبر خطر جيو سياسي، والجميع ذكر الصين، ولم تذكروا الاتحاد الأوروبي. دكتور أليسن، ما أين الاتحاد الأوروبي من كل ذلك؟ أعتقد أن أحد الأسباب وراء التوتر الذي يحصل في الشرق الأوسط الآن يأتي من التعب من كل هذه القوى الكبيرة، فعندما نتحدث عن الصين الذي تتقدم، هذا يعني أيضاً تراجعاً لكثير من الأنظمة التي كانت سائدة على مدى عقود ماضية، وأعتقد أن يجب أن نركز على ما نفتقد إليه، وهو ما يؤدي إلى رسم عالم المشهد الجيو سياسي الحالي، وهناك أهمية كبيرة لأيضاً الأوضاع السياسية المحلية، وترددات الحرب الباردة، والولايات المتحدة لم تعد تهتم بالعالم كما كانت إبانا الحرب الباردة، وتركز على الصين، ولم يعد لديها دوراً عالمياً كالسابق، وهناك حاجة إلى ديناميكيات إقليمية محلية في الشرق الأوسط، وهل سوف يؤدي ذلك إلى إبعاد الأنظار عن تقدم الصين، وأعتقد أن مسألة الصين هي الأهم في المدى البعيد، ولكن الجميع يركز أكثر على الصعوبات والمشاكل في هذه المنطقة. في السياق الجيو السياسي، أعتقد أن أهمية أوروبا أقل، أوروبا أصبحت غير مهمة، أو الاتحاد الأوروبي، أنا أقول ذلك لأنني أؤمن بصحة ذلك، ففي السياق الجيو السياسي لم يعد لأوروبا أهمية، وذلك لسبب سياستها الخارجية، وباستثناء ليبيا، وبعض الثورات في الربيع العربي، كانت تركز أوروبا على شرق أوروبا، وخاصة روسيا، وأيضاً هناك بعض الديناميكيات الداخلية في أوروبا، وأيضاً الثقة الخارجية بأوروبا، والسياسة الخارجية خارج أوروبا، هما السبب الأساسيين، وبالعودة إلى نقطة أثرتها، وقلت أن الخطر الأكبر هو تحسن وضع الصين، وعلى رغم أن ذلك قد يغضب واشنطن، قد أقول أن هذا ليس خطراً، ولكن هي ظاهرة، يجب أن نتعامل معها، هي موجودة، والسؤال الذي يطرح دوماً على أصدقائنا في الصين، وهو التالي لقرون حلمتم بأن تكون قوى أو إحدى القوى العظمى الآن، وقد وصلتم إذا للك، يجب أن تفكروا كيف سوف تستخدم هذا النفوذ إقليمياً وعالمياً في هذا النظام العالمي الذي ورثناه من عام 1945 من النظام الإنجليزي. والنقطة الأخيرة التي أثيرها، هو التركيز على أسالي، نجري بعض الحسابات عندما نتحدث عن موضوع الصين، وفضل أن نحكي عن إعادة إحلال التوازن، ومما يعني أن القوى العسكرية الأمريكية سوف تؤدي أيضاً إلى الوضع الراحن البقاء على حاله في أسا، وتراجعاً في أوروبا، والرسالة الأساسية التي ترسلها الولايات المتحدة للدول الأسيوية، هو أنه لن يكون هناك انسحاباً أمريكياً من منطقة أسا، وهذا يختلف، هذه المسألة تختلف، ونحن في أستراليا من حلفاء الولايات المتحدة منذ 41، بالنسبة للتعاون العسكري مع الولايات المتحدة، وهذا قد غير التوازن العالمي، وفي السابق كان لدينا 1500 من المارين الأمريكيين في داروين، والآن لدينا 2500 يتبدل كل ستة أشهر، وهذا يؤثر على التوازن السراتيجي، ولكن هذا ليس واقعاً. دكتور تيمبون، لديك تعليق، أنا أوافق مع كيفين، الصين وحدها ليست خطراً، والأمر يتعلق في نظرة الدول الأخرى إلى تقدم الصين. من وجهة نظر الصين، فنحن نعتبر أن الصين لديها أكثر انفتاحاً من السابق، واندمجت في العالم، وتود الصين أن تحافظ على بعض الشروط الأساسية، وهذا يتعلق في كيفية تأقلم الدول الأخرى، خاصة الولايات المتحدة واليابان، مع تقدم الصين. ألا تعتقد أن اقتراب أستراليا من الصين، يؤثر ذلك على صداق أخرى مثلاً، مع الولايات المتحدة؟ تعقيباً على ما قاله كيفين، أعتقد أن أستراليا أصبحت تشارك بشكل فعال في المنطقة، وفي ضمان أمن سواء لديها الكثير من التعاون مع الولايات المتحدة، لسببين أولاً، للحصول على ضمان الأمن مع الاقتراب اقتصادياً من الصين، فالتواجد أسراليا أن تحافظ على هذا التوازن، وأيضاً، هناك ظاهرة أخرى، وتأتي من الخشة باستبعاد أي طرف، وتود الصين والولايات المتحدة أن تحافظ على مشاركتها في الصحة الإقليمية، وهذا أحياناً يبعد الأنظار عن قوى أخرى، وهي قوى وسط، وبالتالي يجب أن نتعاملها مع هذا الوضع على السنوات المكملة. كل مرة نتحدث نعود إلى الصين دوماً، وهل تعتقد أعرف أن لديك رأي حول ذلك، وأن ليس هناك حكراً، وليس هناك قوى واحدة؟ هل سوف نرى ظهوراً لقوى عظمى جديدة، أم سوف تكون الحدود غير واضحة؟ أعتقد أن الحياة يمكن أن تتغير، لكن لأغراض هذه المجموعة لا نرى صعود لقوى جديدة، لا نتحدث كثيراً عن الولايات المتحدة، بل نتحدث عن الصين، والرقص يحتاج إلى طرف أثنين، إلى شركين، وبالتالي فإننا بعد الحرب العالمية الثانية، كان النظام العالمي هو نظام عالمي أمريكي، أصدقاء وحلفاء لأمريكا، وكل شيء يتمحور حول الولايات المتحدة، وهناك فريق كندي، لكن مؤسسة أمريكية في صندوق النقد الدولي، والصين قبل ذلك، المنظور الأمريكي هو الأساسي، بقينا نتحدث عن الصين على مدى سنوات، سنبقى نتحدث عن الصين، إلا أن جوزالا وهي من أهم الشركات الموجودة في الصين، هناك الصين أصبحت غنية وقوية، لكنها بحاجة لأن يكون لديها رد، أنتم تريدون أن نتصرف كدولة نامية، لا نستطيع ذلك، نحن لا ننفق مواردنا على بقية العالم كما تفعلون، وأنتم تطلبون مننا أن نلتزم بالقواعد الموجودة في المؤسسات التي أنتم أسستموها، نحن بالأساس لا نقبل هذا الأمر، وبالتالي هنا أتى دور الصين القوي، وهم لا يريدون الحرب، لكن الحرب هذه تريدك، لا أقترح أن هناك سيكون حرب عسكرية بين الصين وأمريكا، إلا أنه نزاع قوي، ولا يريدون هذه الاعتمادية، هناك مدرأ تنفيذيين أمريكيين، وأستراليين، وأوروبيين، وأمريكيين، رأيهم بالصين في السنة الأخيرة، يختلف عما كان في السابق، بسبب الحجم، وبسبب النظام الجديد، وهي مسألة أدم سيادة القانون، وأعتقد أن هناك مخاطرة لا أعرف، مثلاً، رامني لا يريد الصين التحدي الأكبر، ويقول أنها روسيا وأغفل الصين، لكن الحقيقة هي أنه إن كان هناك مخاطر أمامنا، فهي مخاطر نشوء الصين أكبر من روسيا والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا، كل هذه الاقتصادات إن جمعناها لن نصل إلى حجم الاقتصادي الصيني، ليست أي مسألة أخرى سوى أنها الصين هي الخطر، إياً، تفضل، إياً، أنا لا أخالفك الرأي في هذا التوجه، لكن علينا أن نأخذ بالاعتبار أنه كل رئيس أمريكي منذ ترومن، كانوا يتفاجأون مما يحدث في الشرق الأوسط، ويشتتهم ذلك، لا أعرف إن كان من حرب 67، والثورة الإيرانية، والغزو العراقي للكويت، والربيع العربي، كل التحليلات التي نقوم بها، نجد أنه من وجهة نظر السياسية الأمريكية، لن نتحدث في الصين هي قضية، إلا أنه ستأتي نكسات، ويكون فيها قضايا أكثر إلحاحاً، ونحن نصنف حسب الإلحاح، وإن قمنا بتحليل المخاطر، سنرى أن تحديات هذه المنطقة تأتي قبل الصين، قبل أن تتحدث دكتور، نريد أن نرحب بالحبيب بن يحيا، الأمين العام، للإتحاد المغاربي في الرباط، وصلا للتو وانضم إلينا، سنحاول أن نبعد عن الصين، وقبل ذلك، دكتور تشيمبو لديك نقطة تفضل، نعم، نقطة مهمة أن الصين لم تتدخل عندما تم صنع النظام العالمي أو الإقليمي، إلا أن الصين ضد هذا النظام العالمي، وأثناء تطور الصين خلال السنوات الثلاثين الأخيرة، استفادت كثيراً من النظام الراهن العالمي والإقليمي، وبالتالي لم نرد أن نطيح بهذه المشكلات، ولبل أردنا تعزيزها، وثانياً، إن أردت أن تذهب إلى الصين وأردت أن تستثمر، عليك أن تقدم الكثير كي تتمكن من الاستثمار، وبالتالي سنتين مرتاً دون أن يطم تمرير أي قوانين، ونقطة أخرى، أن الصين ليست عضو في الاتحاد، باتحاد دول بريك، وبالتالي هي دولة جزء من مجموعة الدول الناشئة، مثل الهند، برازيل، وجنوب أفريقيا، إلا أنها ظاهرة بسبب العالمة، وهذه الدول أصبحت فعلاً كظاهرة، ولكن يجب أن تكون الكعكة كبيرة ليحصل الكل على حصص منها، والاستفادة من هذه الأسواق الناشئة، نحن ننظر إلى تغير كظاهري، وهناك كثير من الظواهر التي نراها أمامنا، وهي تؤثر على النظام العالمي، وهناك أخيراً، الانتشار العالمي للإرهاب، وأثره على كلفة الحرب والاقتصاد العالمي، وأيضاً الشرق الأوسط تشكل نصف ما يجب أن نركز عليه من اهتمام، وأيضاً الظاهرة العالمية وهي ظاهرة نشوء الصين كدولة ناشئة، الاقتصاد الدائم، ويمكن تحقيقه منذ هذه المرة الثانية، منذ الإطاحة بجورج الثاني، يصبح اقتصاداً ليس أمريكي وليس أوروبي، هو من الأقوى، نصف عقد أو عقد كامل للسين أصبح بإمكانها المشاركة، لكن علينا أن ندرس مسألة الانتقال، وهناك كثير من المخاطر واستخدام المصطلح، وهو يشير إلى الإجراءات التي يجب أن تحدث في الصين كي تصبح وفقاً للنظام العالمي، عليها أن تقوم بهذه التحركات وهذه الخطوات من أجل أن تضمن حركات منسجمة مع النظام العالمي، وأيضاً القوى الوسطى التي أشرتم إليها أيضاً هي موجودة كوريا وغيرها أيضاً من الدول هذا التحدي، في أوروبا هناك من يحاولون تحوط ضد هذا الخطر، وليس فقط اقتصادياً، بل سياسياً أيضاً في إطار استمرار. يتوقعون أن الصين استفادت من هذا النظام لتجمع قواها، وتصبح مستفيداً من الاستقرار والسلام، وبالتالي تصبح ساحبة مصلحة كبيرة، وبالتالي لأن الصين لم تتحدث ولم تفصح عن سياساتها بعيدة المدى، فإننا كما كانت تقف جانباً لترى كيف يتطور العالم، التحوط ليس في أستراليا، بل اليابان، وكوريا، والفلبين، وفيتنام، وسنغافورة، وماليزيا، وأندونيسيا، وأستراليا، كلهم يقولون ماذا لو تحولت الأمور إلى شكل سيء، وما هي حقيقة أنه إن أتت قوة ستأتي الاستفادة من هذه الظاهرة الصينية. أصدقائنا في الصين أعتقد أنه ستكون هناك قيادة جيدة تحت رئاسة شي جينبين، وستصبح أكثر إنسجاماً، وستدخل على الأقل في آسيا مع الأمريكيين وغيرهم لترسم نظام أمني قائم على القانون، هذا ليس موجود، ليس لدينا أي أمل وإيمان بأنه يوجد هناك قواعد قانونية، وبالتالي لا بد من تأسيس هذه القواعد. قبل الانتقال إلى الجزء الثاني، أود أن أسمع من السيد بن يحيي عن هذا الموضوع، هل تتفق مع سيد بريمر بأن نشوء الصين هو أكبر المخاطر، بل هي مجرد إحدى المخاطر؟ شكراً جزيلاً، أعتذر عن التأخر، سفرت عدة مرات إلى الصين، ونحن نعلم أن ما يعفاله الصينيين في جنوب أفريقيا عملهم رائع، ومعظم المشاريع الكبيرة، والبنى التحتية، والطرق، والمرافق، وكلها، والمطارات، تقوم بها الصين، وهناك في شبه الصحراء الغربية، في أفريقيا، هناك مشاريع، كلما أتى مشروع تعرفون فوراً أن من سيفوز بهذه العطاءات ستكون شركة صينية، وأعتقد أن الأمر الثاني الذي يتمتع به الصينيين في دول المغرب كخبرة، وهي أنهم يتحدثون اللغة العربية، هناك أكثر من خمسين ألف خبير صيني في أفريقيا، وهم مندمجين بشكل تام مع المجتمع، ويتحدثون لغته، وبعضهم وصلت بهم الشجاعة ليتزوجوا فتيات من الدول المغاربية، وأخر مرة رأيتهم كانت في موريتانيا، يقومون بأعمال ناجحة، وهم يتنافسون مع كثير من الدول الأخرى، بما فيها اليابان، وبعضها الدول الأوروبية، ولصالح المنافسة، أعتقد أن ما يقومون به هو عمل رائع، ودورهم في دول الصحراء الغربية الأخرى دور مهم، سواء نقدر لهم وجود خبراتهم في عدد من الدول الأفريقية أو دول المغارب، تسمى، وأرى هو الأنظر، أعتقد أن أعود إلى الصين، وأنتم أن أعود إلى الصين، لأنهم جيوش، جيوش اقتصادية، بناء، صيد أسماك، وكل ذلك، أنا لم أرهم يرتدون الزي الرسمي بل هم خبراء يتم توظيفهم لقدراتهم وهم ينافسون كثير من الشركات الأمريكية والغربية الأخرى وبالتالي فإن دورهم يقدر بشكل كبير اقتصاديا خاصة في مشاريع البنى التحديية الضخمة سننتقل إلى التحديات التي قد نوجهها هل نحن أصبحت مواردنا تستنزف وتنفد نعم هناك تحدي كبير وهو التغير المناخي وضمور الموارد وأعتقد أن الشرق الأوسط وشبال أفريقيا منطقة تعاني بشكل كبير من مسألة الإحماء الكوني وكل هذه الدول التي تعتمد على هطول الأمطار هذه هي الدول الأكثر تهديدة وثانيا أعتقد أن هناك فعاليات كثيرة جدابة ستحدث في العالم وأعتقد أننا سنكون غير مستعدين لاستقبال هذه الكوارث كما حدث في نيويورك أخيرا في الإعصار الأخير والتوتر الذي سينشأ بسبب إعادة توزيع الموارد والثروات وأسعار السلع المرتفعة عالميا هذا يؤثر على السلع الغذائية للعالم هذا سيؤدي إلى كثير من الضغط على النظام العالمي وبالتالي فإنه لكثير من الأسباب نحن سنتفع ثمن أبضغط مما نفطفعه الآن بسبب تحديات الإحماء الكوني على البيئة هل تعتقد أن البعد الإنساني من التوظيف والتعداد السكاني كيف سيؤثر على الجغرافية السياسية أعتقد أن الدول التي تنصف كدول هشة أو في أوضاع هشة في العالم هي كثيرة ومن أحد الأبعاد التي تهددها هي الضخامة البطالة بين الشباب وهناك أمر أساسي من حيث السياسات المتبعة وهو لكي تصبح دولة هشة غير هشة لابد من استغلال الأليات المتوفرة محليا والمتدخلات العالمية لإيجاد فرص عمل بشكل كبير للشباب أنا نظرنا إلى ضخامة البطالة في مصر أعتقد أنها مخيفة ومرعبة على مدى السنوات القادمة وأعود إلى ما قاله الزميلة حول الأمن الغذائي هذه مسألة أيضا مهمة وخلاصة الأمر هي أنه من أهم أثار الإحماء الكوني هي عدم التمكن من توقع وفرة الغذاء في العالم والسلة الغذائية في العالم والصادرات الغذائية وتأثرها هذا أثر على بلدي مثلا وأيضا الولايات المتحدة بوجود الجفاف الكبير وهذا سيؤثر على مسألة الأمن الغذائي وبنسب تاريخية وعندما نحسب عدم الاستقرار العالمي يجعلنا غير قادرين على التكهن بحجم مسألة التي تهدد من حيث الأمن الغذائي وهي تتأثر بعوامل عدة هي أزمة موجودة لكن الاستثمار في الشرق الأوسط من الصين وهناك محاولات لإيجاد خطط احتياط من ما يهدد الأمن الغذائي كنت مودة لو أحصل على أرائي متناقضة إلا أننا حتى الآن نتفق على موضوع الأمن الغذائي هل تعتقدون أن هناك قضايا أخرى يمكن أن تؤثر على الموارد وبدورها تؤثر على الوضع أو المناخ الجغرافي السياسي نعود إلى الصين ووجهتها في العقد القادم أعتقد أن الصين مرت بمرحلة كانت تركز على حجم النمو وليس نوعه أو جودته فتسمعوننا بالأمن الغذائي والقضايا البيئية هي التي على درجة كبيرة من الأهمية وأيضاً الأمن الاجتماعي والآن تصبحت تتحول الصين من مجرد نظام اقتصادي إلى نظام متكامل وبالتالي فهو ما يؤهلها لتصبح قوة كبيرة في العالم في السنوات المقبلة بالنسبة للمشكلات البيئية ألا تعتقدون أن التكنولوجيا أيضاً يمكن أن يكون لديها أثر وتغيير القوى والسلطة نعم هذا واضح أنا أتفق مع الجميع بالنسبة لموضوع الغذاء لكن الخلفية لموضوع الأمن الغذائي هي عدم وجود شفافية دولية في الدول ونرى موارد ونرى دول مثل الصين والسعودية ويخرجون إلى دول أخرى لشراء الأراضي وهذا يأتي يأتي إلى استغلال الدول أي أنه عندما تحدث أي حالة طارئة مثل الجفاف هل سيتم تصدير المنتوج للخارج لأن الشركات أجنبية أمه سيتم استغلالها محلياً أعتقد أن المسألة واضحة علينا أن نأخذ بالاعتبار موضوع التكنولوجيا فهي موضوع كبير وهناك وسائل عدة نتحدث في هذا الموضوع وأنا لا أعتقد أن هناك ثورة ستحدث أو وشيكة في الصين بعد عشر سنوات وبعد النمو الكبير هناك بالشعب فئات أكثر ردة مما كانت عليه في السابق وأكثر من ردة الشعب الأمريكي في الولايات المتحدة إلا أننا في الصين التي تحاول أن تدير اقتصاداً في القرن الواحد والعشرين وفقاً لقواعد القرن الواحد والعشرين ولا يتحدثون عن شوجينجبينغ وفوشلاي وأيضاً المفهوم الصيني للحوكمة هناك أفكار عدة هذه تسبب أشكالات ونحن جميعنا وهي تشكل مخاطر وتجعل من الصعوبة بالمكان على الصين أن تشارك في الأنظمة السياسية وغير فاعلة كصاحبة دور على الساحة العالمية وبالتالي البلايات المتحدة تحسر حربها في شركاتها أمام الشركات الصينية ولا نتحدث عن هذا الموضوع كثيراً لأن الشركات الأمريكية لا تريد أن تعترف بخساراتها والبنوك الفلبينية قبل أسابيع قالت أنها تعرضت لهجمات قرصنة إلكترونية من الصين وبالتالي فإن هذا الأمر سيؤثر هذا خطر يتزايد قرأنا قصة قبل أسابيع في الصحف حول مؤسسات كبيرة استهدفت من خلال كلمة السر لعنوان بريد إلكتروني إلى أين سيصل بنا هذا الأمر؟ هل سيساعدنا في السنوات المقبلة؟ سيد أيحيا أود أن أضيف أمر واحد هنا بالنسبة لموضوع الأمن الغذائي والعالم كله مع الصين فالنودلز الصينية تصنع من الرز وبالتالي فهي لا تنافس السباكيتي أعتقد أنه بزيادة تعداد السكان قد تصبح قصة الغذاء فعلا المشكلة ليست للصين فقط بل للعالم في المستقبل القريب قد نرى استهلاكا للقمح أكثر من كميات المزروعة لأن هذه كظاهرة جديدة في أنماط استهلاك الغذاء أما فيما يتعلق بدور الصين في العالم على الصعيد السياسي فإنني تابعت الدور الصيني في عدد من الدول حيث نرى دمجا أكبر للخبراء في النظام النظام الدول أكثر من أي جنسية أخرى وهذا ذو أثر كبير على قبولهم في عدد من الدول أكثر من الدولة لأننا أتحدث عن القارة الأفريقية ودول المغاربية ونرى هم لا يجلبون الكثير من العمالة بل كثير من المهندسين لأن لدينا العمالة ولا نريدهم أن يأتوا بجيش من العمال وبالتالي خلق حالة من البطالة في الدولة وبالتالي فإن الصينيين لديهم مشاريع ضخمة تغطي مسافات طويلة أكثر من 96 ألف كيلومتر من الوسط إلى الجنوب الشركة الصينية والعمالة من تونس أود أن أتحدث عن دور التكنولوجيا وليست فقط الأمن الفضاء الإلكتروني بل أيضا التغير والتحول الذي نرى أنفسنا في عمر ما نعترف بأن أبنائنا هم من يعلمون استخدام التقنيات الحديثة من هواتف ذكية وغيرها هذا يحدث في كل أنحاء العالم ولنا جميعا وغير علاقة ذلك الجيل بالجيل السابع من منك طفل علم أهله أي شيء لم يتم ذلك في عمرنا لكن أبنائنا الآن هم من يعلموننا يفهمون أشياء قبل أن يفهمها أبنائهم وهم أكثر معرفة بالمستقبل من الأجيال التي هي الآن على قمة السلطة وأعتقد أن هذا ما يحدث في هذه المنطقة الآن أخذينا بالاعتبار أن اختراق الهاتف النقال في مصر 110% وهذا أمر مهم جدا وهو الجيل ليس فقط استخدم هذه التقنية بل علم الآخرين هذا سيغير العلاقات بين الأجيال وبين السلطة وبين الأجيال القادمة خاصة في الصين وفي العالم بأكمله فالفجوة في العقد القادم هي بين من دعاة العالمة ودعاة القومية هناك في الصين قومية وميكافيلية وخلال خبرة مع عدد من المؤسسات في الصين وهم كانوا أيضا يشاركون في نقاشات عدة وحتى في أوباك وغيرها من المنظمات الدولية وإن نظرنا إلى هذا الواقع وهناك منظور عالمي يدركون مدى استفاداتهم من وضع قوانين عالمية وانفتاح الأسواق وخاصة انفتاح المجتمعات واحتمالية وجود سياسات أكثر انفتاحا وهناك مسألتين أهمها الثورة التواصل الاجتماعي في الصين هي سلاح ذو حدين قد أبعث رسالة للجميع البعض تأتيني ردود مختلفة إذا كتبت بالصينية عن أبنائي مثلا هناك من تعجبه وهناك من يقول لي أن لغتي الصينية بحاجة إلى التحسين وهناك من لا يقبل وبالتالي النقطة الأساسية هي أن التقنيات فعلا أو ثورة ثورة المعلومات هي دات أثر كبير وكناك أمر آخر وبالنسبة للصين تميل إلى الإصلاح وتحاول أن تنتهز فرص المستقبل وأعتقد أنها نجحت أن هذا الشعب ذكي وهم يعرفون قوة التحرير الشعبي تنجح من خلال وسائل التواصل الاجتماعي وفي فترة الرئاسة الثانية لشي جينج بينج سنرى إصلاح سياسي هيكلي كبير نعم في الصين ترينا حواراً يومياً حول السياسة والاقتصاد وكثير من المؤسسات والصين تفكر بالمنظمات الدولية ويمكن أن نسمع أي قضية في الإعلام الصيني ومسألة التكنولوجيا والأمن التكنولوجيا تؤدي إلى تطوير إلا أنها ذات تبعات سلبية وفقاً للمصادر المعروفة هناك كثير من الرسائل تأتينا لتقوم بقرصنة أجهزة الحاسوب ومن بين هذه الهجمات نحو 20% منها تأتي من الولايات المتحدة وفي النصف الأول من هذا العام زادت النسبة إلى 10% أخرى والرقم الأول كان كوريا والسين كانت ضحية أيضاً هذه المسألة يجب أن أضعها في السياق العام للحوكمة العالمية هذه مسألة جديدة لا نعرف كيف يمكن للتعاوية أو لم تتقن بعض المؤسسات الدولية طرق التعامل مع هذه المسائل ومناقشتها ومحاسبتها أيضاً نحن نعلم أن القرصنة الإلكترونية هي فعلاً أحد الأخطار وأمل أن الوقت قد حان للدول خاصة الدول الكبرى لتتعامل مع مسألة أمن الفضاء الإلكتروني نعود لما قاله الدكتور أندرسون وهي التغير بين الأجيال هل هذا يعني أننا بحاجة لإعداد تعريف المصطلحات والمنظور والمخاطر؟ نعم نحن في طور تغيير الصورة العامة والشباب في طريقة استهلاكهم للمعلومات ليس بالطريقة التي كنا نتوقعها فهناك تواصل أكبر بين أطراف العالم المختلفة ونحن في هذا العالم معاً والحقيقة هي الشباب الذين يستهلكون الأخبار يستهلكون ما يريدون أن يسمعونه فقط هم مستهلكين سواء كانت شركة أو حكومة شركة مثل جوجل أو فيسبوك أو غيرها هم يسمحون لك أن تحصل على ما تريدين هذا هو ما يسمى بالاستقطاب أي المواطن الأمريكي العادي الذي يشترك بخدمة لينفيو يأخذ فقط المعلومات التي يريدها وهذا لا يعني خطراً في الولايات المتحدة لأن معظم الأمريكيين لا يهتمون بل يهتمون بهواياتهم والطهي ولعب القولف لكن السياسة ليست بهواية لهم وهنا في هذه المنطقة استهلاك للأخبار سواء كنت فلسطيني أو يهودي سني أو الشيعي أمريكا وسياساتها كل هذه المنطقة بحاجة لأن تعرف عن هذه الأمور كثير من الناس الذين يحصلون على معلومات لا يحبون الوضع الراهن ولذلك فإن هذا الاتجاه ليس إيجابي لوضع السياسات الجيوسياسية وإن أعطينا الصين انتخابات ديمقراطية وطلبنا منهم التصويت هل سينتخبون حكومة حكومة أكثر انتماءً لنظام العالمي أنا أعتقد كلا لكن الواقع هو أنهم يليجون إلى الإنترنت وخير دليلين في سبعة ألاف شخص يتابعون أعمال لئاسة الوزراء مثلاً وهم لا يدعمون بضرورة محبزي الحفاظ على الوضع الراهن وهناك أيضاً هو كبير بين الفقراء والأثرياء عالمياً وضمن كل دولة وهذا مهم جداً وهذا يعود بنا إلى نقطة العالمة التي تحدث عنها كيفين وصلنا إلى ختام الجلسة وفي النهاية أود أن أستمع إلى رأيكم سريعاً لأنه يمكن أن نختم الحديث بالتعليق على إعادة رسم المشهد الجيوسياسي السيد بن يحيى تفضل عندما نتحدث عن السياسة يجب أن نتذكر أن الكثير من الصينيين يعيشون في الولايات المتحدة وأوروبا والكثير من الدول الأخرى من حول العالم والعدد يتزايد وهناك تقدير كبير لهم بعض الصينيين يعيشون في الولايات المتحدة منذ قرون والآن يعودون إلى الصين كخبراء ويبلون بلاءً حسناً وأعتقد أن شكل الصين في نهاية القرن الواحد والعشرين لا شك فيه وأعتقد أن النظام نفسه قد تكيف إلى أكثر من مليار شخص وأكأننا نود أن تتحول إلى ديمقراطية غربية وأعتقد أن المسألة تعتمد على القناة المعتمدة للسماح بحرية تعبير أكبر للشعب وهذا يحدث إذا ما قررنا الوضع الحالي مع الوضع منذ قرن فأعتقد أن الصين أحرزت تقدماً كبيراً فلن أكون جذرياً في إصدار الأحكام على النظام السياسي فكانوا يحبون ما يجري في الصين وفي الدول الأخرى فهم سريعي التعلم بتقديري فإن النظام سوف يتحرر أكثر عاجلاً أم آجلاً حدث اقتصادياً وسوف يحدث سياسياً أعتقد أن التكنولوجيات الجديدة قد ولدت جيلاً جديداً ليس متعدداً ويلوج المدن الكبيرة بالضرورة ولكن هذا الجيل قادر أكثر فأكثر على أن يتخذ مواقف قوية وأعتقد أنه في هذا العالم الجديد ليس هناك قواعد بالضرورة فهذا الجيل الجديد معادل للسلطوية عضوياً وهناك أيضاً استخدامات جديدة لتكنولوجيا البعض منها منتج والبعض منها غير منتج وكل ذلك سوف يسهم في الكثير من عدم الاستقرار من حول العالم وفي الوقت نفسه أنا متفائلة بشأن هذا المشهد الجديد وأعتقد أن هناك فرص لأشخاص جدد وأفكار جديدة تنشأ من هذا النوع من الحوارات أكانت على تويتر وفي أي قناة أخرى وهناك طاقة وديناميكية كبيرة جداً في العالم سوف تكون منتجة في المدى البعيد لنا جميعنا نقاط ثلاثة سريعة أولاً نتحدث عن التعامل مع نشوء الصين أو صعود الصين يؤدي بنا إلى الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي ونحن لم نتغلب على الأزمة المالية بعد خمس سنوات وثانياً التعامل مع الصين في إطار استمرار المبادئ والقيم العالمية والموضوع الثالث هو التغير البيئي وأثر ذلك علينا جميعنا بالنسبة للنقطة المتعلقة بصعود الصين أعود لأشدد مرة جديدة على أهمية السياسات القومية من الصعب أن نشرح السياسات المعتمدة في الصين لأن تجلياتها تختلف عن تجليات الغرب فهناك الكثير من الأثرياء الذين يقضون مصيرات في بيجين وهم يدعمون العالمة ولكن أيضا هناك بعض الفقراء الذين يعتاشون من المزارع ويتسألون إذا كان هذا مجدياً أم لا هناك بعض النصوص القومية التي تشجعهم على غرار ذلك التحدي في الغرب هو شرح مشروع العالمة بطريقة يؤدي إلى فائدة للجميع ولذلك أنا ديمقراطي اجتماعي وأؤمن بالظروف الضرورية لإكتساب تبني الشعب لهذه المبادئ وأخيراً نقطة الثالثة نحن في هذا العقد لدينا فرصة تاريخية فريدة من نوعها لرسم معالم المستقبل إما أن نكرر التاريخ الأوروبي الكوارثي أو أن نستفيد من العبر وأعتقد أن الصينيين أذكي وتعلموا من ذلك وفرص مثل منتظى الاقتصاد العالمي هي ممبر أساسي للتعلم والتحاور وأنا أيضاً متفائل كزميلتي حول السلام والاستقرار في أسيا دكتور جنبل سريعاً لو سمحت أعتقد أن القادة الصينيين سوف يواجه تحديات في العقد المقبل تختلف عن تحديات العقود الماضية وهناك تغيراً يكون كافياً لرفع هذه التحديات والأغلبية في الصين تحبث بالاستقرار وهم أكثر تفاؤلاً تجاه المستقبل ومن جهة أخرى أعتقد أن هناك انتقالاً للسلطة في العقد المقبل سوف يكون أكبر مما شاهدناه في الماضي ويجب أن نحسن التعامل معه وأيضاً هذا المنتدى يلعب دوراً أساسياً في تحفيز مناقشة فكرية حول هذه المسألة دكتور بريمر أنا عادة متفائل بسبب وجودي هنا بطبيعة الحال ولكن أنا لست متفائلاً فيما يتعلق بالنظام العالمي وأقول ذلك لأن هذا التغير الكبير نحن نعتقد أننا رأينا صعود الصين ولكن هناك صعود أكبر على مدى السنوات العشر المقبلة ويحدث ذلك في سياق عالمي صعب ويوجد عدد كبير من الدول الضرورية للتنصيق وهذه الدول ليست متفقة بضرورة مع القوى القديمة وأيضاً هناك تشتت في الانتباه في أوروبا ورابعاً الولايات المتحدة لا تحفظ على دورها التاريخي وتجل ذلك أيضاً في المناظرات في الانتخابات الرئاسية التي لم تتطرق إلى السياسة الخارجية مما يعني أن هناك تحديات مهمة جداً تاريخياً والعالم أقل قدرة على الاستجابة بشكل جيد ويجب أن نكون متفائلين بسبب وجودنا هنا على هذه الأرض ولكن يجب أيضاً أن نكون واقعيين ونعرف أن لدينا أقل قدرة في الاستجابة ويسعدني أن نولي أهمية لهذه المسائل ويكون لدينا وعي أكبر في نهاية المطاف نحن نشهد تغيراً كبيراً في هذا الجيل الجديد الذي يتأقلم هذه المسائل ولا يمكن أن نتأمل في الماضي أمل أن تتسنى لنا فرصة مناقشة الحلول المتاحة وأمل أن يكون لدينا قدرة تطبيقها في المستقبل شكراً جزيلاً على المشاركة